أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكثر يعد ويريد أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافون حقا وأعدلنا للكافين أعداما مهينا والذين أمروا بالله والرسل ولو يفرقوا بين أحدهم من أولئك سوف يؤتي مجرم وكان الله غفورا رحيما يسألك أجل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السمين فقد سألهم مستحقا من ذلك فقالوا ألين الله ألين الله جعلتا فأخذت مستحقا بظلمهم ثم اتخذوا الأجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأنتينا مستحقا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب السجن وقلنا لهم نتعادل في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بأيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقود قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم مهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى المريا ورسول الله وما قتلوه مصنف ولكن شفها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم بهم من علمين للملة بعضا وما قدلوه يقين فرفعوا الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن منه الكتاب لإلا ليؤمن النبي قبل موته ويوما قيامة يكون عليهم شهدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عنهم طيبات وحلت له بصدر عن سبيل الله قديرا وأخذهم الربا وقدروا عن واتبا ولا الناس للباطل وأعتدنا للكافرين من غبعدا من أليما لكن الواسقون في العلم منه والمؤمنون يؤمنون ببعوزل إليك وبعوزل من قرلك من قرلك والمقيمين الصلاة والمطنة زكاة المؤمنون بالله ومن آخر إليك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراه وإسماعيل وإسحاطي عقل أصباد وعيسى وأيوبا ويونسا وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك رسلا من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله مزدك لما رسلا مباشينا منذر لأن لا يقود للناس على الله يوجد بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك وما أنزله بعلمه والملائكة يشهد وكفى بالله شهدا إن الذي لكفر الصدع عن سبيل الله قضل ظلالا بعيدا إن الذي لكفر وظلم والظلم لم يكن له لأجرنا ولا لأجرى الطريقة إلا طريقة جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك عظا يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم رسولا بالحق من ربكم فأمنوا خير لكم وإن تكفروا فإن اللي ما في السماوات والعرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الضعين لا الحق إنما المسيح عزيزا مريم ورسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسول ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خير لكم وإنما الله له واحد سبحانه أن يكون له ما في السماوات وما في الأضواء فبالله وكلا لن يستنكف المسيح ويكون عبدا لله ونالمنائكة والمقربون ومن يستنكف العبادة ما يستكبر فسيحشره منه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحة فيغفهم جرهم ويزيدهم من فضه وأما الذين استنكفوا واستكبر فيعدمهم عداما ألما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس وقد جاءكم برغان من ربكم وانزلنا إليكم نرم بله فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة من وفضل ويغديهم إليه صراقا مستقيما يستفتنك لله ويمتيكم في الكلالة إن يمرونها لك ليس له ولد وله آخر وله أخت فلا نصد راك وهو يرث وعين لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان من مدرات وإن كانوا من أخوة الرجال والإسلام فلاتكرم التحضل الثلثين يبين الله لك من تضل والله بكل شيء عليم سوة المائدة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول وحلت لكم بجيمة لن أهم إلا ما يطلع عليكم غير المحل الصلاة إن الله يحكم ما يريدك يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعير الله يشعر الحرام العدي والقلائد ولا القلائد ولا من البيت يبتغون فضلا من ربي والإضوالة وإذا خللتم فاستقادوا لا يجب أنكم شلعان وقومن أن صدكم عن المسج الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر واتقوها ولا تعاونوا على الإثم واتقوا الله إن الله شديد عقاب حرمت عليكم الميتة ودمن أحمل غنزير ونغلن لبيهن لغير الله والمنخلقات والموقون ذات المتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما تبح على النصب وأن تستقصوا لذن أستقام بالأسلام ذلكم فسخنا اليوم يسأل الذين كفر من ذلكم فلا تخشعوا ومخشعون اليوم أكملت لكم دينك وأكملت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينها فمن يضطر غير باق فمن يضطر فيما أخبص دين غير متجعني في اللي ثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قلوا حل لكم الطيبات قلوا حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح متكلمين تعلمونهن مما علمكم الله اليوم أحل لكم طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهم نولوا لهم محصنين محصنين غير مصافحين ولا متقذ أخدان ومن يكفر منه ومن فقدح بطعما وهو في الآخرت من الخاصن يا أيها الذين آمن إذا قمتوا من الصلاة فامصلوا جواكم وإذا كنتوا من المرافق وامسحوا روسكم وامسحوا روس وإن كنتم مرضى أو على سفرنا وجاء أحد منكم من الغايتان ولمسطر النساء أو لا مستر النساء فلم تجدوا ما أنفذ أما من صعيدا طيبا وامسحوا بيوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حراته ولكن يريد ليطاهركم وليلذي من نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميسا فوالذي واثقكم به ذكروا سمعنا وطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدرة يا أيها الذين عملوا كون قوى من الله شهداء بالقصة ولا يجير منكم شنالقوا من على ألا تعدلوا يعدلوا هو كل الدقوة واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين عملوا عمل الصالحات لهم منفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين عملوا اذكرون يا معت الله عليكم إذا هم قوم أن يبصروا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فلتوكل المؤمن ولقد أخذ الله إذا قبل إسرائيل وبعثنا منه عشر نقيبا وقال الله إن الله إن معكم ليلة قمتم صرعت وآذيتم وزكعت وعملتم وعزبتم وإقردتم الله وإقردتم الله قادر حسنا لو كفرنا عنكم سيئات ولو بخلنكم جنات تدير من تحت النار فمن تفر بعض ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي مفاقهم لعناه وجعلناه قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن موادع ونسحطا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خيرة منهم إلا قليلا منهم فعفلوا واصبح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن نصر وخذ مفاقهم فنسحطا مما ذكروا به فأغوينا بينه لعدوة المغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيوهم بما كانوا يصنعون يا أيها الكي يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول قد جاءكم رسول يبادل لكم كثيرا مما كون دب دفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله كتاب مبين يكذب إن لهم اتبع روال السلام ويخذهم من ظلمات للنور بإذن ويخذر لسرعة المستقيم لقد كفع الذين قالوا إن الله هو المصيح قل فمن يملك لكم قل يوم من الضائش يعني نرضي لكم المسيح عبد المريم ومهم في العضوان في العضوان في العضوان جميعا ولله يهل بالسماء وأنت ونعطوما بينهما يأخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصار نحن رضاه الله وحباه قل فلما يعذبكم بذنوبكم ولنكم بشر من مخلق يوافئ لمن يشاء وهو ويعطوما يشاء ولله ملك السماوات ونعطوما بينهما وإليه المصير يا أهل كدب قد جاءكم نصرون لبجرنكم على فتطن من الرسلين تقول ما جرى من بشير ولا نذير فقال جاءكم بشير ونذير والله وعلى كل شيء قدر وإذن قال موسى لقومه يا قوم نعمة الله نعمة الله ياليكم جعل فيكم مبيا وجعلكم ملوكا وأنتكم ما لم يتحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي قدم الله لكم ونترقدوا على أدباركم وتقلبوا خسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم الجبار وإن لن ندخل حتى يخرجوا فيها ويخرج منها فإن داخل قال رجلان من الذين خافوا نعم الله ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم رؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخل غابة ما داموا فيها فذهبا ودربك فقاتل إنها هنا قاعد قال رب إننا أملك إلا نفس وآخي ففرقوا بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يديه هنا في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتنوا عليهم نبأ أبنى أدم من حق إذ قرم قربانا فتقبل من أحد وليم تقبل من الآخر قال يا قتل أن قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسدت إلي لتقبل لما أنا بباصد يديه إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوى بإثم في إثمك وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقوعت له نفسه قتل أخي فقدره فأصبح من الخاسرين فبعت الله غراب يبحث بالأرض وليه كالفي وعلي سواء أخي قال يا قال يا وإذا أعجز فأكون مثل هذا الغراب فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس وفسد في العظيم فكأن من قتل الناس جميعا ومن أحيانا فكأن ما أحيى الناس جميعا ولقد جاءتهم رسل بالبينات رسلنا بالميت ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في العظيم مصرفين إنما جزاء الذين يحارفون الله رسول ويسعر في العظيم فسدن يقتلوه ويصلب أن تقطع دي مرض له من خلاف وينفى من الأرض ذلك لهم غز في الدنيا ولهم خلاف عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور الرحيم يا أيها الذين عمون تقول الله ابتقوا إليه الوصيلة وصيلة وجهن في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا وأن لهم عفنوا جميعا ومثلهم عون يفتدوا به من عذاب ومن قيابة ومن تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون من يخرج من النور وما هم بخارجنا منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارق فاقطعوه أيدهما جزاب لما كسبنا كان من الله والله عزيز الحكيم فما تاب من بعد ظلم واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور الرحيم ألم تعلم أن الله لهم الكثم وطرف يعذب من يشاء يقبل من شاء والله على كل شيء قدر يا أيها من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوة من آخر لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد معده ويقولون يقولون إن ألطيتوا ماذا فاخذوا وإن لم تؤدوا فاحذروا ومن يريد الله فلا تملك لكم من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله يطهر قلوبهم ومن وفتن وغزي ولهم فلا غد عذاب النظيم سماعون للكذب كالون الإسرح فإن جاءوك فاحكم منهم وعرض عنهم وإن تعرض عنهم فليضر ك شيئا وإن حكم فاحكم منهم من القص إن الله يحب المقصدين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن أنزل التوراة فيها ودى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ربانيون الأحبار ويستحفظوا من كتاب الله وكانوا عنه شودا فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بها دثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزر الله فأولئك هم الكافر وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين ولا أنفى بها أنفى لذن بالذن والسن والسن والجنوح القصص فما على آثار بعيس من مريم مصدق لما بين يديه من تورا وآتيناه الإنجل فيه دوانور ومصدق لما بين يديه من تورا ودو معزة للمتقين وليحكم ما من الإنجل ما أنزر الله فيه ومن لم يحكم ما أنزر الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدق لما بين إليه من الكتاب ومغيبنا عليه فأحكم منهم أنزل الله ولا تتبع هواه عما جاء من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومن هجاء ولو شاء الله نجعلكم واحدة ولكن يبلغ فيما آتاكم فاستروا الخير وإن الله يرجعكم جميعا فإنبيكم بما كنت فيه تختلف وإحكم بينهم بما أنزل الله بما أنزل الله بما أنزل الله ولا تتبع هواه أحذر ما يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلا من يريد الله يصبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصر أولياء بعدهم أولياء بعدا ومن يتولغ منكم فإنه منه من الله قد يدلق من ظالمين فتوى الذين في قلوبهم وذي صارعنا فيهم يقولون نقش أنقصبنا دائرة فعسى الله أن يأتب الفتح وأنقصبنا من عدي فإصبحوا على ما سر في أنقص النادي ويقول الذين آمنوا هؤلاء هؤلاء الذين أقصموا بالله جهد إيمانهم إن نغل معكم حديقا أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا ما يردد منكم عن دين فسبعت الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يقافون لهم تلائم ذلك فالله يقي من يشاء والله واسع عليهم إنما وليكم الله رسول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وإرطون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله رسول هو الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالب يا أيها الذين آمنوا اتخذوا الذين اتخذوا دين كوز ولعبا من الذين كفروا ولعبا من الذين وضو الكتاب من قبلك والكفر واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديت من الصلاة اتخذوا وعز ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أخير الكتاب هل توقفون منا إلا أنا أمنا بالله وما أنزر إلينا وما الله غضب عليه وجعل منه القردة والخناز إلا الله عبد الطاغود أولئك شروا مكان مضر عن صباء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا قد دخلوا بالكفر وقال خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبون وتعوا كثيرا منهم يساروا على في الهدف وعطوا وعطوا المصرح لبئس ما كانوا يعملون لو وقالت ليأخذ يد الله مغلول قلت أيديه ونعينه بما قالوا بل يداهم بصوم قطان ينفق كيف يشاء ولا يزد أنك ترى منهما أنزل من ربك تقيان مغفر وألقى لمنهم العزوة البغضاء إلى يوم القيامة قل ما قد نرى للحربي أطفى الله يستحر في الله فساد والله لا يحب من ربك ونعينه من فاق ومن تحت رجلهم منهم ممة مقدسرة وكثير منهم ساء ما كان يعملون يا أيها الرسول بل ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما لو قد رسالة والله يعزمك من الناس إن الله لا يقوم الكافرين قل يا أمل الكتاب نستم على الشعين حتى نقيم ترى أنزل من ربك ولا وكفر فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمن والذين هاد والصاب هو لو النصار من آمن بالله هو اليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عنهم ولا هم يحسرون لقد قدم إثاق وليسرائيين وارسل إليهم رسلا كلما جاء رسل بمال التهوى أنفسكم سبع أنفس فريقا كذا فريقا فريقا فعموا وصموا ثم تعب الله عليهم ثم وصموا كثير منهم والله بصير بما يعمل لقد كفر الذين قال إن الله النسيح وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه ما يشعق بالله فقد حرم الله عليه الجنة وهوه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قال الله ثالث ثلث وما من إله إلا إله وحر إلا من أنته عما يقولون أنه ما سن الذي كفر منه عدو ألم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور الرحيم ما المسيح المريم الذي قد قد منه قبل الرسول وهم صدق كان يأكل للطعم ونظر كيف نبين لهم الآيات ثم ونظر أن يؤفكون قل الكتاب إذا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أقوم قد ضلوا من قبل وظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من من إسرائيل على لسان داود وعيس ابن مريم ذلك بما صوا كانوا يعددون كانوا لا يتناغون عنهم كريم فعلوا لبئس ما كان يفعلون تعالى كثيرا منهم يتولأ للذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم وانسقط الله وفي العذاب يمخالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ومنزر إليهما اتخذوا مولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجد أن أشد الناس على عدوة للذين عدوة للذين عمل للهود والذين أشركوا ولتجد أن أقربهم مواد للذين عمل الذين قالوا إن نصر ذلك بأن من مكسيسين ورغبان وأن هم لا يستكبرون صدق الله مولانا العظيم